انهيار عقار من أربعة أدوار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية حادث متكرر باستمرار سوى في القاهرة أو في إسكندرية أو في عدد من المحافظات والحقيقة أنا ما عرفش إيه السبب المهم يعني مع كل انهيار العقار يقول لك اهو احنا قلنا لهم اهو يسيبوا العقار من أربع سنين طب وانت يعني انت كمحليات كده عملت اللي عليك يا حلاوة يعني انت كده تمام وميت فل واربعتاشر طب هو يتقلب على دماغ الناس وفي ناس ماتت وناس اتصابت تمام فيه انهار عقار أربع أدوار وتم إصابة أربع أشخاص ونقل ثلاث جسامين الضحايا يعني فيه ثلاثة ماتوا واربعة اتصاب وقال لك اسلو ايه صدر قرار في سنة 2018 لإزالة الدور الخامس وقرار ترميم مش عارف سنة كمان 2018 ماشي انت كمحليات تبعت ده يعني انت جيت قلت لي ايه بيتكو هيقع فانا جيت انت المحليات قلت لي بيتكو هيقع وانا يا سيدي ما عندي ناش غير بيتنا ده ومعرفش اروح فين ومعيش اخد ايجار جديد في مكان وممشتش تروح انت كمحليات تسيبني تقول لي هاي عقابا ليك البيت يقع عليك انت وعيالك يا سلام هي كده يعني لا طبعا انت مفروض كمحليات او كمحافظة انت شايف في بيت هيقع يبقى انت لازم يتم اخلاق هذا المنزل فورا ويتم توفير منزل بديل او ساكن بديل اللي حين بقى يعني قرار الهدم وبعد كده بقى فيه قرار بنا تاني بقى فيه اكتر من اختيار انت ده دورك يعني هو دور المحافظة ولا دور المحليات ولا دوري كبلد ان انا بحافظ على ارواح الناس لكن انت النهاردة بتقول لنا يعني انت من ثلاث سنين انت كمحليات وكمحافظة اسكندرية لما قلت له زيل محتاج تزيل دور زيادة ولا محتاج ولا محتاج انت خلاص كده عملت اللي عليك لا انت كده ما عملتش اللي عليك ما انت سيبته ما انت بقى لك ثلاث سنين سايبه ما قلت لهش ليه فيه سكن بديل ما قلت لهش ليه ياخد هدم وياخد بنا انت منت برضه ساعات تيجي كمحليات تقول لي ايه قرار هدم طب وفين قرار البنا يقول لك معرفش بقى يحلها ربنا اما نشوف اما نشوف القانون رايح فين وجاي منين طب انا كأسر نروح فين ونيجي منين فالنتيجة ناس بتموت وناس بتتصاب والبيت بيقع على دماغ اللي عاديم فيه فاعتقد يعني المفروض المحليات توقف معاها وقفة اكتر من كده دي سلبية من سلبيات كتيرة جدا للمحليات في معظم المحفظات هاي فين المحليات اصلا عشان تكلم على سلبياتها واجاباتها هاي فين المحليات اصلا عشان بنتكلم كده اللي الدولة بتعمله في مناطق كاملة زي اللي عملته في العشوائيات انها هتهد هتبني هتطلع بمشروع وحياة كريمة للناس بوفر لهم سكن بديهم فلوس الايجار وتابع انهم اخدوا مكان مستقرين فيه واول ما العمارات تطلع اول منطقة تخلص برجع الناس وسكنهم في اماكنهم تاني يبقى نقدم تحلل ده يبقى الحكومة او الدولة بتعمل كده في مناطق باكملها يبقى المفروض ان المحليات مش هتعرف تعمل ده على الاقل انها تنفذ عشان تحافظ على حياة الناس احنا محتاجين يعني اقول زراع من حديد في تطبيق القانون موسيقى